على وبركاته نص وظيفي التحقيق 132-134 على بركة الله إذن نضير التقطير وفي نفس الوقت نجاوبون إن شاء الله على الأسئلة الخاصة بالنص على بركة الله كما تشوفون تحيب النص هو الكاتب والأذيب المصري توفيق الحاكم المهمة دار عندكم نرى مثلا صفحة 133 أتلقاه واخدوا منه الحاجة اللي زيدة هنا اخدوها إذن مصدر النص نص التحقيق مقتطف من رواية يوميات نائب في الأرياف صادر عن مكتبة الأذب بالقاهرة سنة 37 وتسعمائة والألف صفحة 62 نوعية مص أذب الاجتماعي السرديد وبعدين قانوني ثانيا ملاحظة النص تحليل النص تركيبيا ودلاليا التركيبيا التحقيق مبتدأ مرفوع على متروفية الضماء الظاهرة على آخر وخبر محدوف تقديره جار يعني التحقيق جار ذلاليا التحقيق مصطلح قانون وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات والوسائل المشروعة قانونا والتي يقوموا بها المحقق لكشفه واستجلاء غموضي الحادث وتوصل إلى فاعله وإسناد اتهام لا تعليق على الصورة رسم ملونون فيه مجموعة يظهر فيه مجموعة من مجموعة أشخاص أو الأشخاص بملابس قرويين وهم في مكتب إدارة كما يظهر شرطي وهو يفك الحبال من أيدي هؤلاء مما يدل على أنهم متهمون بتهمتين العلاقة بين العنوان الصورة على قد توضيح فالصورة تظهر مجموعة من القرويين يتم التحقيق معهم في التهم الموجهة إليه فرضية النص من خلال تحليل الاعتبار نفترض أن النص سيحكي قصة الجريمة التي ارتكبها القرويون سيصف تفاصيل التحقيق مع القرويين سيعرف التحقيق لغة واصطراحة ثاليا الشرح المهم الشرح تشوفوا الكلمة لما عندكم شوما كل ما كانت أصلا مشارحين لكم شي حاجة إذن الليف ما يحصر عليه من نباتي القنب والسعمال في صناعة الحبار وبعض المسوجات الخاشنة الترعى القناة الواسعة للسقي أو الملاحة أشبه بالنهر مفعم مليء إن حصر تراجعها هوريعة أسرعت مهللة معبرة عن مهللة معبرة عن فرحها أسألهم جملة أسألهم كلهم دفعة واحدة الفكرة العامة جه الأهل القرية للقانون وورطهم في قضية سارقة غير مقصودة من بلد النص إلى سيدي يا سيدي حذار العسكري متهمين مقيدين بحبال الليف أمام النائب العام الفقرة الفقرة الثانية الحمد لله استرجاع النائب لقصة سقوط الكيس المملؤ بالملابس في الترعة وتصابق سكان القرية إلى إليه وأخذهم محتوياته الفكرة الثالثة اكتشاف رجال الحفظ لسر القروين واقتياد من المركز بتهمة السرقة تفسير ما قام به سكان القرية بالسرقة الموصوفة حسب رأي القانون رابعا تحليل النص تحقيق الشخصية والعلاقة بينهما أو بينها النائب راحيم ملتزم بالقانون العسكري قاسي القلب سكان القرية جاهلون بالقانون متهمون في قضية السرقة تعليق على جدو ملاحة ناقودا بين صفات العسكري وصفات النائب فالعسكري قاسي القلب عكس النائب الذي يعتبر أعلى رتبة فهو راحيم مما يدلع لنا إحساس العسكري بالنقص يجعله يفرغ حقده في المتهمين كما نراحل الصفة الرئيسي سكان القرية هي الجايب القانون وهي الصفة التي كان سببا في تورقين في الصارقة زمكانية زمكان أو الفضاء الزماني الماضي فضاء المكاني البلد مكتب محقق أساليب النص كطبيعة معظم النص السردية فالنص يراوح بين توضيف السرد والوصف والحوار ومن أمثلة ذلك في النص السرد طلبة القادية التالية فظهر العسكري ومعه آخر طلبة القادية التالية فظهر العسكري ومعه آخر فأداء مختطف من النص طبعا الوصفة مثاله من النص كانت تحمل كياسا ضخمة مملؤة بالملابس هذا مثاله كذلك إلى الحوار مثاله الله أكبر هؤلاء مواش ها حل الحبال يا عسكري وهكذا أمثلة بسبب السر وهو ما قام به النائب عندما استرجع قصة ما حدث قبل دخول قروين عليه إلى مكتبه مقيدين قواعد قانونية مستخلصة لا يعذر أحد بجهله أو بجهل القانون المتنبرئ حتى تثبت إذنته القانون لا يحمل مغفلين قيم النص قيمة جتمعية قيمة جتمعية أهمية نص الوعي القانوني بين أفراد المجتمع خامسا تركيب النص نص تحقيق تبتدئوا القصة بدخول العسكري إلى مكتب النائب وهو يجر مجموعة من القرويين مقيدين بحبال الليف فانتفض النائب غاضبا لهذه المعاملة غير الآدمية وأمار العسكرية بفك قيودهم ليخبره هذا الأخير أنهم قد ضبطوا في منزل أنهم كل ما في الأمر أنهم أخذوا ما رماه البحر لكن النائب كشف أن ما قاموا به يعتبر صارقة في نظر القانون وحسب رأيي فإني لو كنت مكان النائب لا حكمت عليهم بإرجاع ما أخذوا فقد دون الحكم بسجنه إذن نندز الأسئلة دي النص الأسئلة لماذا شد المتهمون في حبال من الليف شد المتهم في حبال من الليف لسبب تهمة الصرقة التي نسبت إليه هل كان النائب راديا على ذلك ولماذا لم يكن نائب راديا على ذلك لأنهم ليسوا مواش وليسوا دوابا بما أمر النائب العسكري أو عفو بما أمر النائب العسكرية بفك حبال المتهمين لمن الملبوسات التي تم حجزها الملبوسات التي تم حجزها تعود للحساب متجر من المتاجر الشهيرة في القاهرة أو بالقاهرة كيف حصل عليها المتهمون حصل عليها المتهمون على الملبوسات بعدما وقعت من السيارة من على الجسري ليلا لماذا لم يرجع إلى أصحابها لم يرجع لأنهم ظنوا أنها كنز بما فصل النائب التهم الموج إليهم فصل النائب التهم المنسبة إليهم أن القانون صريح بحيث يعتبر كل من وجد شيئا مملوكا للغير وحفظه بنيت امتلاك وعامل معاملة الصارق ما ما القادية الرئيسية التي يعالج النص هي تهمة الصارقة التي نسبت إلى سكان البلد حدد حدد تحليل تحليل أطراف هذه القادية تضع القادية بين النائب ومتهمون بالسارقة ما الذي يدل في النص على جهل أهل البلدة بالقانون إن ظن السكان بأنه أو ظن السكان ظن السكان بأن الملابس عبارة عن كنز وأن البحر هو من رمار كيس الملابس يدل على جهل أهل البلدة بالقانون المستخدم من النص عبارة دالة على دورف أهل البلدة الجمعية العبارة دالة على دورف أهل البلدة الجمعية البلدة العارية تسابة الأيدي إلى الكيس أو تسابقة الأيدي إلى الكيس نسي نوحد تسابقة الأيدي إلى الكيس بما فسر القانون ما قام بأهل البلدة فسر القانون ما قام بأهل البلدة بالسارقة أو سارقة أو اعتبر القانون ما قام بأهل البلدة سارقة ما القاعدة القانونية يمكن استخلاصها من النص القاعدة التي يمكن استخلاصها هي أن كل من احتفل بما ليس له منية امتلاكي يعتبر صارقا أو يعتبر صارقا التركيب إن النص يعاجم مرض الصارقة غير مقصودة حيث أن أهل البلدة وجدوا كيس ملابس في البحر وفرقوا المال بينهم لأنهم كانوا في أمس الحاجة لهذه الملابس لكن القانون اعتبر تصرفهم هذا صارقة مما أدى إلى اعتقالهم واستجوابهم من طرف النائب وصلوا وسلموا على